المريض اللي عنده ورم ده مريض ضعيف جداً وعنده مشكلة جثمانية ومشكلة نفسية المريض ده أول ما بيخش المعهد بتستقبلوه ازاي؟ تعملولوه ايه؟ بتدفعوه ايه؟ هو طبعاً زي ما حيث بتقول يعني المريض بيبقى تعبان مدياً ونفسياً واجتماعياً لأن مرض السرطان مرض بيأثر على الأسرة كلها مش بس على المريض إحنا بالنسبة لنا طبعاً إحنا بابنا مفتوح لكل المرضى ودي أكتر حاجة ممكن معروفة على المعهد إن إحنا ما بنقولش لأ لحد فلا ما فيش حاجة بتدفع الحمد لله إنما هو يعني ايه؟ بيبدأ ياخد سكيته بقى يعني علاج الأورام مكلف وإذا كان رب الأسرة هو المريض فهو ممكن يفقد وظيفته فبالتالي هو بيبقى عليه أعباء مادية وأعباء اجتماعية كمان ممكن يكون بيشيل همها أكتر من المرض فإحنا بنحاول إن إحنا مش بس نعلجه لكن نحاول إن إحنا مثلاً إن نجيبه عدد قليل من الزيارات إن إحنا منطولش عليه في الأعداء يعني بنحاول نراعي الجزء الاجتماعي مع الجزء العلاجي لإن إحنا عارفين قد إيه الأسرة كلها بتتأثر يعني المريض لما بيدخل المعد يا دكتورة أول حد بيستقبله مين وبعدين بيوديه على فين ومين أول واحد بيشوفه ومين تاني واحد بيشوفه وإيه الفحوصات اللي ممكن تتعمله وإيه القرارات اللي ممكن تتاخد علشان المريض ده إن شاء الله يخف طبعا إحنا بنحب دايما إن قسم الجراحة يكون أول حد بيشوف الأورام مريض الأورام علشان هو الجراحة جزء كبير جدا من الشفة فبنفضل طبعا إن يكون هذا الورام قابل للجراحة أو هذا المريض قابل إن هو يعامل جراحة لإن في حاجتين ممكن يجيلي ورام متقدم جدا أو منتشر فأنا مش قادر أشيله أو يجيلي مريض سنه كبير عنده أمراض كتيرة مش قادر أدخله عملية كبرى عمليات الأورام كلها عمليات كبرى وبتاخد ساعات كتيرة وبيبقى محتاج بعدها إعادة تأهيل فلازم يكون هو أصلا يعني هيقدر يستحمل رحلة العلاج فالجراحة طبعا أول حد بيستقبل المريض تخصص جراحة الأورام إحنا اللي بدأناه في المعهد القومي الأورام في الستينات وإحنا اللي بنده فيه الماجستير والدكتوراه ويعني مش حكون يعني ببالغ لو قلت أن أغلب جراحين أورام جمهورية مصر العربية دربت عندنا لأن عندنا عشرين عملية كبرى بتتعمل يوميا ترجمة نانسي قنقر